صحيح عملية الجرد الجرد السنوي كل شيء بحياتنا مساوي جرد لازم كمان نعمل جرد صحيح ركنا حالنا على كيف نناكل اللي بدنا إياه نشتر بدنا إياه خاصة بفترة سنة والعياد ولكن لازم الواحد يبدأ يخطط بل في كتير بالسابق كتير من المخططات حاولت لإنقاص الوزن اللي حرف حاز على حياة صحية اللي سيطر على الضغط ولكن بمعظم الأحيان لم تصل إلى أهدافها والسبب أنه منكبر الهدف مباشرة يعني لازم نزل عشرة كيلو وعشرين كيلو وهكذا فبيبدأ الإنسان بلاقي حاله أنه بدأ ينزل وزنه شوي شوي بسيم بالإحباط وصعب بالإحباط ويعود ويترك الأمر كله فلازم أول شي نركز على هدف صغير مضع هدف صغير أنه أنا بدي نزل بالأسبوع نصف كيلو كيلو أو نصف كيلو مثلا وابدأ بالهدف الصغير وحققه بس أنا بالأسبوع لازم أمشي بل أبدأ بالمشي خمس دقائق أو عشر دقائق لما ببدأ أمشي أما موحط لما أقول بدي أمشي كيلو متر كيلو متر كذا وأنا ما عم بالمشي بالأسبوع أو مشي كيلو فبصير صعب علي لما أقول أنه بدي لعب الرياضة أنه كنا نركز على الرياضة أنه لازم روح على النادي يهمل الواحد ما عنده وقت أما الآن مصران أنا بدي أمشي بشكل بأي حركة بالبيت في الشارع بالمشي وقق بسيارتي بأيدي شوي عن البيت يعني أي حركة أو أي جهر ممكن الإنسان يخططه ويساوي بسهولة فنبدأ صغيرا ونكبر هكذا يعني هالنصاح مثلا الجميلة الأمريكية للقلب عم تنصح على أول السن بعض النصاح حلو جديدة فمسلا نمشي بشكل قليل ونكبر الهدف نبدأ بهدف صغير لإنقاص الوزن بعدين الأكل يعني إيش المأكولات اللي نحرص إننا ندخلها في نظامنا الغذائي وإيش المأكولات اللي نطلعها كذا خلاص طعمنا شكل طيب ولكن أكثر الطيب يصبح لا حقيقة الخضروات والفواكه نخلي إلى قسم جيد من طعامنا الأول شغلة لازم نكتر يعني في كل هي مثلا ممكن نعمل دائما صحن صلطة صحن فتوش أو خضروات طازجة للناس وهكذا فلازم نزيد الخضروات والفواكه اثنين ننقص من اللحوم الحمراء من التقريب اللحوم الحمراء أكثر من كمية معينة بتأثر على الأضلاء القلبية بالنهاية بتأثر يعني على الضغط والكولسترول والشحوم الأضلاء القلبية فأنقص الكمية من اللحوم الحمراء والاكثار من اللحوم والاكثار من البروتينات التي تعتمد على اللحوم البيضاء مثل السمك أو الدجاج أو تعتمد على النباتي يعني البروتينات النباتية مثل المكسرات أو المقوليات فيها البروتينات فممكن نكتر من البروتينات في الطعام والشيء التاني أنه مخفف من الحلويات يا أخي كل حلو ما أكي بس أنه ما تكتر كمية هي طعمة آخر لأمة بداكلة أي واحد منها طب دكتور أسحب الأمراض المزمنة يمكن يعني سكري الضغط الكوليسترول وما إلى ذلك لهم يعني نصائح خاصة لهم أكيد أكيد مية بالمية أنه إنقاص الدسم لما بدك تأكل نأكل شيء يعني شيء مزعم غذائي معين يحطه كل شخص بما يناسبه يعرف يعني في صار الآن المعلومات متوفرة في كل الأمان يقدر يحط برنامج له ما نفرض على برنامج له كل نصوية لحمة وكل مئة جرام كذا وخمسين جرام كذا كل إنسان يحط برنامج وفق يقعد جلسة مصالحة مع نفسه بداية السنة يحط برنامج يناسب أكله ولكن يكتر فيه من الخضار وفاكي يقلل فيه من الدسم والحلويات وما إليه يعني يكون شيء صحي والشيء الثاني موضوع الرياضة أيضا الرياضة لازم تكون جزء أو الحركة حركة الجسم حركة البيضان لتكون جزء هام من حياتنا بأي مكان مثل ما حكينا أنه ممكن نتحرك ونعمل الرياضة حتى نجيب ستيب على البيت وننزل أي شيء أي حركة ممكن نساوي الشيء الثاني طبعا يقول لك يا دكتور في الحركة بركة ويقول لك كمان تعشى وتمشى كثير من الأمثال اللي كانوا يقولوها أهالينا الزمان يعني هي فعلا صحيحة وهي فعلا يعني لو الواحد تتبعها كأسلوب حياة يمكن نتقينا من كثير من الأمراض الموجودة في هذا العصر نشكرك جزيل الشكر معنا من دبي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية دكتور محمد العاصمي شكرا جزيلا لك يا دكتور وسلامة قلوبكم مشاهدينا جميعا إن شاء الله